استضاف معهد الشرق الأوسط وده أحد أهم مراكز الفكر في واشنطن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوافد الوزاري رفيع المستوى المرافق له في جلسة نقاشية وده بحضور سفير مصر في واشنطن وعدد من أبرز أعضاء المعهد من الكتاب والباحثين وأعضاء الكونغرس السبعين وقدم رئيس الوزراء عرض وافي حول تطورات الأوضاع في مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية حيث تسلم الرئيس الحكم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة كانت بتنظر بنهيار اقتصادي محتوم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جريئة وعجلة لإنقاذ الاقتصاد وتم تبني برنامج إصلاح اقتصادي وطني وقارن رئيس الوزراء خلال لقاءه أرقام المؤشرات الاقتصادية في الفترة الصعبة لبداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بما اتحقق بالفعل بعدها وهي الأرقام التي تظهر تحول جذري في انخفاض معدلات التدخم والبطالة وارتفاع الاحتياط النقدي والتعامل مع قضايا تاريخية معقدة بتتعلق بترشيد الدعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة